أول مكون معنا بنات رح يكون حبة بطاطس مغسولة ومبشورة تغسلينها وتبشرينها من دون ما تطبخينها تمام لأنه رح ناخذ مويتها و رح أوريكم الحين كيف أهلا بنات كيفكم شاء الله تكونوا بخير فيديو اليوم رح يكون إزالة الهالات والتصبغات خصوصا تصبغات حول الفم بأسهل وأسرع المكونات يلا نبدأ مع بعض كما تشوفون بنات أول حاجة بديت فيها عصرت البطاطس المبشورة اللي وردتكم إياها قبل شوي رح أخذ مويتها كلها وتأكدي إنك تاخذين كل الموية لأنك رح تستفيدين منها مرة بالخلطة والمكون السائل الوحيد بهالخلطة هو موية البطاطس فاخذي كل الموية الموجودة ثاني مكون معنا بنات رح يكون بودرة الكركم العنصر والفعال جدا بالتبييض وإزالة التصبغات والبقعة الداكنة رح تاخذين كركم البشرة وليس كركم الطبخ رح ناخذ منها تقريبا ربع ملعقة صغيرة وإذا تبغين تكثرين الكمية زيديها على كيفك وإذا تبغين القوام برضو ثقيل زيدي الكركم أنا اكتفعت بهذه الكمية لأني ما راح أخليها ثقيلة ثاني مكون معنا بنات رح يكون دقيق الحمص إذا ما توفر عندك دقيق الحمص ممكن تستخدمين دقيق الرز الأبيض وبرضو إذا ما توفر عندك دقيق الرز الأبيض ممكن تستخدمين لترمس المطحون المكون الثاء الرابع والأخير بنات رح يكون ملعقة صغيرة من العسل الأصلي العسل يا بنات سحر بإزالة الهالات السوداء خصوصا إذا خلطتي مع قهوة أو مع نسكافيه أو إذا خلطتي مع الكركم إضافة إلى أن العسل مضاد أكسدة قوي رح يمنع ظهور التجاعد والخطوط خصوصا حوالين الفم وحول منطقة العين رح نخلط المكونات كويس ورح تتأكدين أنهم تمازجوا وكلهم مع بعض عشان رح أوريكم الحين الخطوة اللي بعدها والمهمة وأنه كيف رح توزعين الماسك على حول عينك وعلى حول الفم هالخلطة بنات من أروع الخلطات اللي جربتها إزالة التصبغات وتفتيح المناطق الغامقة خصوصا الهالات السوداء دائما البلوغرد الهنديات أشوفهم مع تمديل على الكركم بإزالة التصبغات حول الفم بشكل كبير وفعلا والله العظيم يا بنات الفرق قبل وبعد فرق شاسع بما أني أنا عندي خبرة شوي بالفيتامينات والمعادن بنات ترى تصبغات حول الفم تكون بسبب نقص الحديد والزنك فضروري جدا تهتمين بهالنقطة وتكملين النقص عشان تروح منك التصبغات طبعا بنات رح يكون معاكم القوام زي ما شفتم من شوي سايل اللي رح أستخدمه قطن المكياج المضغوط رح يقصى بنصب هالشكل بنات وراح أغمسه بالمحلول أو بالماسك اللي سويناه مع بعض طبعا هو قوامة جدا سايل فرح تمتصه القطن معاك وراح تحطيناه على منطقة تحت العين وتخليناه 30 دقيقة أو تحطيناه على منطقة حوالين الفم هالماسك بنات رح تسويناه ثلاث مرات بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع ودائما بنات نوعه بالماسكات عشان تستجيب بشرتك وتتحسن وتتخلصين من المشاكل وعلى فكرة بنات ترى دائما التنويع بالماسكات هو اللي يخلي بشرتك تستفيد أكثر وتتخلص من المشكلة اللي تعانين منها سواء هالات تصبغات حول الفم بقعداكنة آثار حبوب شوفوا معاي الشكل النهائي للماسك أنا أعشق لما يكون الماسك طريقتها مرتبة ما يطبع ما يحوس مرة تنفتح نفسي لما أجي أطبقى أو لما أجي أسويه ولما أجي أسويه بعد مرة ثانية ما أستثقله طيب بخصوص البنات اللي ما يبغون يستخدمون القطن أو ما توفر عندهم القطن تقدرين تخلين قوام الماسك سايل وتوزعينه على كامل منطقة حول العين وحول الفم وأي تصبغ في جسمك سواء المفاصل عندك آثار حبوب عندك أي تصبغات تحطين الماسك فيها من دون ما تحتاجين القطن بس أهم حاجة زيدي من دقيق الحمص وزيدي من الكركم زيدي من المواد الجافة عشان يثقل معاك القوام أكثر ويثبت ما يسيح وما يطبعك وينزل على ملابسك ورضو البنات اللي يعانون من تصبغات في منطقة الرقبة أو تصبغات باليدين من ناتج من أشعة الشمس هالخلطة رح تزيل لك التصبغات والبقع الداكنة لأنها تحتوي على الكركم ولكركم يا بنات من أقوى المواد الطبيعية اللي تحتوي على مضادات تحارب البقع الداكنة والتصبغات وتزيلها بشكل ملحوظ إضافة إلى أنه يتميز بخصائص قوية في إزالة البقع الداكنة مهما كانت قديمة ومهما كانت عنيدة إضافة يا بنات الذهيق الحمص المعروف بالتفتيح والتبييض وإزالة أيضا التصبغات والبقع الداكنة إضافة للعسل يا بنات وموية البطاطس المعروفين بالتفتيح خصوصا البطاطس يا بنات يشيل لك التصبغات ويبيض لك المنطقة ويشيل لك الهالات السوداء تماما وعن تجربة موية البطاطس يا بنات رح تبيض لك المنطقة تزيل لك التصبغات وفوق هذا كله رح تعطيك إضاءة ونظارة وتفتيح عجيب سبحان الله فعلا بنات مواد طبيعية ممكن تفتح جسمك تبيضة تشيل لك كل التصبغات اللي مضيقتك حتى آثار الشمس تشيلها وتزيلها تماما هذا كان فيديو اليوم شكرا على المتابعة